ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية باتت أزمة حقيقية تعصف بالعراق وتنذر بكارثة تمزق المجتمع العراقي وبالخصوص الأسرة العراقية ورغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وتصدي القضاء العراقي للحد من هذه الظاهرة إلا أن القانون النافذ ومن خلال التطبيق العملي أظهر عدة إخفاقات وملاحظات وجب التوقف عندها ويستوجب من المعنيين تعديل وإصلاح الخلال الحاصل فيه وإضافة ما يستوجب إضافته من مواد وفقرات تساعد في تطبيق هذا القانون للوصول للغاية المبتغى وهي الحد من انتشار بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة حول هذا الموضوع نستضيف من الستوديو هنا في أربيل الباحث في الشأن السياسي السيد ياسين عزيز أهلا بك سيد ياسين في هذه الساعة الخبرية من زاقرث سيد الكريم تعديل قانون المخدرات يشمل تجديد العقوبات من المؤبد إلى الإعدام للتجار الدولين والمحلين حسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات السؤال هنا كيف يمكن تحديد خطورة الجريمة يعني كيف ممكن أن نحدد خطورة هذه الجريمة من عدمها حسب الكميات ما هي الركاز التي ممكن أن نستند عليها مساء الخير ستراني تحياتي لكم ولمشاهدين يعني كما تفضلت حضرتك وكما هو معروف أن ظاهرة المخدرات أو خطورة المخدرات أصبحت تهدد المجتمع العراقي البنية الاجتماعية والصحية للشارع العراقي للشعب العراقي يعني حتى نستطيع كما يتم وصفه أن المخدرات أصبحت ظاهرة أخطر من الإرهاب وما إلى ذلك من هذه المستمعات لذا فمن هذا المنطلق المشرع يمكن يلجأ إلى تجديد العقوبة خاصة للتجار الكبار يعني لدينا نحن في قضية المخدرات تجار كبار حتى تصل هذه الحالة من التجارة إلى الأسف يعني أطراف يمكن أن تكون سياسية أو شخصيات متنفذة لذا فتجديد العقوبة أنا برأي شيء جيد للردع العقوبات عادة في الشرع أو القانون هي تكون عقوبات رادعة لمنع التمادي في الاتجار أو التعاطي أو ما إلى ذلك مما يتعلق بقضية المخدرات وجلبها إلى داخل البلاد نحن في مرحلة خطيرة جدا في العراق لدينا حدود طويلة وواسعة وللأسف في بعض المناطق غير مستيطرة عليها يتم منها إدخال المخدرات لذا تصور أن تجديد العقوبة يمكن أن يكون حلا في مرحلة من المراحل إذا ما كانت فعلا هذه الجريمة أو هذه الحالة تستحق هذه العقوبة يعني أن تحكم بالإعدام على شخص مقابل السجن المؤبد يجب أن يستحق هذا الشخص هذا الحكم خاصة ونحن نواجه كدولة حديثة بعد 2003 ضغوطات من المجتمعات الأممية الدولية من الدول التي تدعي أنها طرعات ديمقراطية ضغوطات على الحكومة الاتحادية أو على المؤسسات التشريعية والقضائية والقانونية بإلغاء حكم الإعدام أو ما إلى ذلك لذا فيجب أن تكون هذه العقوبات مما هي فعلا تتلاءم حجم الجريدة وحجم المخاطر التي تهدد المجتمع العراقي والبنية الاجتماعية لهذا المجتمع يعني حضرتك أنت مع تجديد العقوبة من المؤبد إلى الإعدام ولكن كان في بعض الحالات نعم في بعض الحالات هنا النقطة التي سأعود إليها كيف نحدد ما هي الكمية التي تستحق عقوبة الإعدام يعني كما يقول الحديث النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام نعم ولكن لذا فإذا يعني لو كانت العقوبات كما يقال مثلا أمن العقاب فأساء الأدب أساء الأدب لذا فتصور أن الشخص الذي يتاجر ثم يبدأ صغيرا ثم يكبر ولا يخشى العقوبات الشديدة يقول سأسجن لعدة شهور كما نراها في بعض الأفلام المصرية يعني رأيناها في السابق للأسف الآن نشهدها في الواقع في المجتمع والشارع العراقي للأسف يعني أن عقوبة خفيفة أو عقوبة قصيرة مقابل ناتج مادية وأرباح مادية كبيرة يمكن أن لا يخف أو لا يردع هذا الشخص أوهر سيعود ويكرر مرات ومرات من أجل مثلا أن يسجن سيد ياسينو لكن هناك بعض البلدان المجاورة تسمح لبعض المرضى بتناول كميات معينة من الأدوية وهي أدوية مخدرة بعض المواطنيين الذين يقتنون تلك البلدان المجاورة يدخلون العراق وبشكل متكرر يعني هل يسمح لهم بإدخال هذه الكميات القليلة من الأدوية دعنا نقول بأنها أدوية مخدرة هذه الثغرة القانونية الموجودة أنا عشت في إيران عشت في طهران ورأيت هذه الحالات يعني في ساحات هذه مدينة كبيرة مثل طهران كنت أرى شبانا أو أحداثا في 15 سنة أو 16 سنة يتعاطون وكان التعاطي موجود يعني بحجة أن هذا نوع من العلاج هذه الثغرة القانونية الموجودة في إيران أو في غيرها من الدول يجب أن لا تتحول إلى العراق يعني هذا التبديل التي يعطى للمعض بحجة يجب اللجوء إلى بدائل باعتبار أن أكبرية أو غالبية الدول تحرم أو تمنع مثلا استخدام مثل هذه الأدوية المخدرة أو الأدوية التي فيها نسبة كبيرة من المخدرات لذا أتصور أن وجود قانون أو وجود ثغرة قانونية في دولة لا تعطينا الحق في العراق وحتى في حالات كما ضبطت في حضرتك أنه نستقبل يعني حدث في الزيارة الأربعين واستقبلنا ملايين من الإخوة الإيرانيين يعني السلطات الحدودية في المنافذ الحدودية ضبطت بعض هذه المواد الموجودة يمكن أن يكون الشخص مريض أو يحتاج إلى جرعة معينة لكن بهذه الثغرة القانونية استفاد البعض من هذا واصبح مادة للتجار ويمكن الانتقال بها بحجة مناسبة دينية أو بحجة التسهيلات الموجودة في المنافذ الحدودية من دولة إلى دولة وهو ما نتعرض إليه في العراق يعني حسب تقارير وزارة الداخلية الموجودة في الحكومة الاتحادية أن للأسف الغالبية العظمى أو المطلقة خلينا نقول من المواد التي تدخل للأسف تدخل لنا من الحدود الشرقية حضرتك ضربة مثل قبل قليل أنه من أمن العقاب أساء الأدب وهناك البعض يمشي على هذا المبدأ طيب القانون يميز بين المتعاطي متعاطي المخدرات أو المتاجر بها هل أنت مع تجديد العقوبات بحق المتعاطي كما هي سوف تشدد على المتاجر بالمخدرات؟ لا طبعا ليس هنا مجالة المتعاطي مريض يجب أن نتعامل مع هذا المتعاطي كحالة مرضية وأن يكون مع العلاج الصحي هناك علاج نفسي يعني هناك مصحات كثيرة في العالم متشرة ونحن لدينا مصحات بحاجة إلى تطوير أن يكون لدينا إلى جانب العلاج الصحي حسب الأدوية أو المواضع أو مثلا حصر الشخص في بيئة آمنة بعيدة عن المخدرات يجب أن هناك عامل نفسي ونحن لدينا في الإسلام عوامل أو محفزات نفسية كثيرة يمكن للشيوخ العلماء لفاضل للمتخصصين في هذا الموضوع أن يساعدوا وأن يساهموا في هذه الجزئية لذا أتصور أن يجب أن لا تكون هناك مثلا مساواة في موضوع المتعاطي والتاجر التاجر لا يتعاطى التاجر يستخدم هذه المادة من أجل الربح والربح الفاحش ويهدد الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي في المجتمع لذا أنا أتصور أن المشرع يجب أن يفرق بين التاجر وبين المتعاطي المتعاطي يجب أن يتم التعامل كحالة مرضية حالة نفسية حالة غير أو مثلا خدعة بموضوع ماهن أو غرر به في موضوع معين أو يمكن أن هناك لدينا متعاطين تم التعود أو أصبحوا متعاطين عن غير قصد أو عن طريق الصفة أو الخطأ أو عن طريق المرافقات السيئة التي تكون موجودة لذلك فأتصور أن التاجر عنده سبق وإصرار وترصص فيما يفعل من جريمة لكن المتعاطي يجب أن يتم التعامل معه كحالة مرضية ونفسية ويجب أن يكون هناك حملات توعية في المدارس وفي الجامعات وبشكل مجتمعي واسع أكثر الدول أمنا وسيطرة على الحدود اليوم لا تستطيع أن تطبط حدودها وتمنع تهريب المخدرات في حالة العراق الجميع يعرف وضع الحدود الآن على ما أظنو المنافذ الحدودية كيف يمكن إيجاد حل عملي للسيطرة على تهريب هذه المواد المخدرة وبعيدا عن الخطط النظرية يعني أولا لدينا أن نشخص يجب أن نشخص مادة الاتجار بالمخدرات وتناول المخدرات ودخول المخدرات بصورة كبيرة إلى الداخل العراقي أنها فعلا تهدد الأمن القومي والمجتمعي في العراق إذا ما تم توصيف هذا الموضوع بهذه الصورة الحقيقية الواضحة الحكومة الاتحادية يجب يعني لا يزال لدينا ونحن لدينا كمراقبين سياسيين معلومات أن بعض المنافذ الحدودية لا سيما على الجانب الشرقي هناك تسهيلات هناك جماعات للأسف لا تزال متنفذة خارج شطط الدولة لديها وجود أو تواجد في هذه المنافذ أو قريب هذه المنافذ تسهل العملية باعتبار أن هذه العملية تمثل مدخوراً اقتصادياً كبيراً لهذه الجماعات ونحن في التحليل السياسي مرض نستغرب من جماعات خارج الدولة لديها إمكانيات أو إمبراطوريات اقتصادية هائلة للأسف يمكن أن تكون التجارة بالمخدرات إحدى عوامل وأسس هذه الإمبراطورية الإقتصادية الفاسدة يمكن التغاضي عن أن تجارة المخدرات تعتبر مصدر تمويل لبعض الجهات المسلحة لا طبعاً حسب المعلومات هذا ما أكد عليه أن هناك فعلاً تجارة المخدرات باعتبار أن تجارة مربحة من الناحية التجارية وتدخل مدخورات وأموال طائلة لهذه الجماعات التي بحاجة فعلاً إلى دعم وجودها قوتها نفوذها وحتى التحديها السياسي والأمن والاقتصادي في البلد من خلال الصراع السياسي وتجارة السياسية الموجودة في العراق هناك فعلاً جماعات يجب على الحكومة الاتحادية كما تريد ضبط السلح خارج الدولة ضبط هذه الجماعات إلى سلطة الدولة وسلطة الموسات التنفيذية طبعاً ملف المخدرات ملف كبير وشامل وهو مدمر اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً ولكن هذا ما يسمح به الوقت البحث في الشأن السياسي السيد ياسين عزيز شكراً من ديما مكا limbك ايلينا شكراً شكراً